وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين أما بعد ما زلنا في مسائل الحمل وكنا قد وقفنا عند المسألة الحادي عشرة تفضل يا شيخ إيش عندنا زوجة ابن أخ شقيق حامل طيب هذه الزوجة ابن أخ شقيق معناه أن الحمل إيش رح يكون قرابة للميت ابن أخ أو بنت ابن أخ إذا كان ابن ابن أخ سيدخل في العصرة وإذا كان بنت ابن أخ لن يكون وارثاً نفس الزوجة زوجة ابن الأخ هل هي وارثة؟ لا يست وارثة إذن هذه رح تطلع في كل المسائل القادمة ما رح تدخل معنا وعندنا عم شقيق وعندنا حمل اللي هو ابن ابن أخ أو بنت سنقدر موته الآن في المسألة الأولى المسألة من كم؟ واحد المسألة من واحد تذهب للعم هو العاصر المسألة الثانية ذكر فالمسألة من كم؟ واحد المسألة من واحد لا بس معلش عندنا في المسألة إيش؟ عم شقيق وابن ابن أخ شقيق واضح؟ من هو العاصر؟ من أقرب العم أم أم ابن ابن الأخ مع أنه نازل نعم بن الأخوة جهة مقدمة على العمومة واضح؟ طيب وإذا قدرناها أنثى حالة الأنثى مسألة من واحد المسألة أيضا من واحد للعم أما هذه بنت الأخير وارثة أصلا طيب إذا قدرناها ذكر وأنثى فالمسألة من واحد ستذهب لمن؟ الواحد هذا يذهب لمن؟ للذكر للذكر فقط أما الأنثى ما تدخل واحد طيب إذا قدرنا ذكرا وذكرا فالمسألة من كم؟ من اثنين لأنه عندنا ابن ابن أخ وابن ابن أخ وعم فابناء الأخوة قلنا مقدمون طيب سير من اثنين وإذا قدرنا ذكر وأنثى أنثى وأنثى عفوا أنثى وأنثى مسألة من واحد مسألة من واحد لمن؟ للعم للعم وما الناس ليس طيب المسألة الجامعة من كم؟ ما عندنا في الأرقام في أصول المسائل إلا واحد واثنين نضرب الواحد في الاثنين باثنين جزء ساهم كل مسألة كم جزء ساهم الأولى؟ اثنين والثانية؟ اثنين والثالثة؟ اثنين والرابعة؟ اثنين والخامسة؟ واحد والسادسة؟ اثنين طيب الزوجة ليس لها شيء في كل المسائل العم كم نعطيه؟ لا شيء لأنه فيه حالات لا يريث بعض المسائل والحمل فيه حالات لا يريث كم الموقوف؟ اثنين اثنين فين تذهب الاثنين هذه؟ على تقدير المسألة الأولى فين راح تروح؟ للعم للعم وفي الثانية؟ للحمل للحمل وفي الثالثة؟ للعم وفي الرابعة؟ للحمل للذكر فقط دون الأنثى للحمل الذكر وفي الخامسة؟ للحمل للحمل كل واحد 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 وفي السادسة؟ للعم للعم فهمتوا علي؟ طيب ننتقل للمسألة الأخيرة وهي زوجة ابن ابن حامل؟ معنى أن الحمل ما سيكون؟ ابن 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 أو بنت هؤلاء ورثة أم غير وارثين؟ ورثة الاثنين؟ نعم حتى بنت ابن الابن؟ نعم نعم طيب والزوجة هذه وارثة أم غير وارثة؟ غير وارثة غير وارثة في جميع المسائل طيب إذا قدرنا وفاته فالإرث لمن؟ من واحد من واحد للأخ وإذا قدرنا أنه ذكر المسألة من واحد للحمل للحمل وإذا قدرناه أنثى كم رح يكون للأنثى؟ بنت ابن ابن؟ لها النصف والنصف الثاني لمن؟ للأخ للعاصب الأخ طيب وإذا قدرنا ذكرا وأنثى من ثلاثة فالمسألة من ثلاثة عصبا لابن الابن الابن وأخته وإذا قدرنا ذكرا وذكراء من اثنين فالمسألة من اثنين للحمل وإذا قدرنا أنثى وأنثى فالمسألة من ثلاثة اثنين للبنات هذول وواحد للعمل واضح المسألة؟ كم الجامعة كم؟ كيف جات الستة؟ عندنا واحد واثنين وثلاثة واحد في اثنين باثنين واثنين في ثلاثة بستة انتهينا من المرحلة الثانية المرحلة الثالثة هي جزء السهم كم جزء سهم الأولى؟ ستة ستة والثانية ستة والثالثة ثلاثة والرابعة؟ اثنين اثنان والخامسة؟ ثلاثة والسادسة اثنان هاتوا الزوجة ما لا شيء الأخ الشقيق إيش تعطوه الأولى ستة إيش تعطوه خلصوني في الجامعة أنا ما أتكلم عنه صفر قلوا لي صفر وفي الحامل إيش تعطوه صفر إذن الموقوف ستة في انتذهب الستة في الحالة الأولى كم نصيب الأخ الشقيق ستة وفي الثانية للحمل وفي الثالثة ثلاثة ثلاثة وثلاثة ثلاثة وثلاثة ثلاثة الأخ الشقيق وثلاثة الحمل طيب في الرابعة ستة للحمل ستة للحمل أربعة للذكر وواحد للأنثى وفي الخامسة ثلاثة وثلاثة ستة للحمل ثلاثة وثلاثة وفي الأخيرة السادسة الأخ الشقيق له و اثنان و الحمل لهم اربعة طيب بهذا انتهينا نكون من مسائل الحمل و سننتقل لدرس جديد اقرأ القواعد الشيخ تفضل وهو مسائل الخنثة مسائل الخنثة تفضل السلام عليكم الخنثة المشكل و الخلاف في توريثه طيب ما معنى خنثة مشكل و بعدين نعرف الخلاف في توريثه تفضل ما هو الخنثة المشكل تعريفه تعريف الخنثة من له آلة ذكر و آلة أنثى معنى شوفوا هذا الخنثة مش اللي هو مشكل مش مشكل بعدين يبان انه المشكل اللي ما يتميز لكن الخنثة هو من له تفضل من له آلة ذكر و آلة أنثى معنى مع بعض هذا معناه في الخلقة في تشوه في خلقته نفسه فهو جاء بآلتين فلا نعرف هو ذكر أو له آلة لا تشبه واحدة منهما أو له آلة غريبة ما ندري هو ذكر أو أنثى طبعا بالمناسبة هذا كلام الفقهاء قديم اليوم الطب يستطيع أن يعرف أنه ذكر أو أنثى من خلال وجود رحم في الداخل إلا إذا كان التشوه حتى في الداخل ما يبان هو عنده رحم ما عنده الشاهد الطب اليوم متقدم و قد يبين أنه هو ذكر أو أنثى إذا الطب استطاع أنه يبين أنه ذكر أو أنثى نتهينا عرفنا أنه ذكر أو أنثى لكن إذا بقي الإشكال فنعامل بهذه الطريقة تفضل و قد اختلف العلماء في توريط الخنثة المشكلة على مذاهب هي طيب إيش هو المشكلة ليس مشكلة إذا كان له آلتان و سطعنا أن نعرف أنه مثلا إذا كان يبول من أحدهما إذن هو هذا الأصلي والثاني زائد مثلا فما يكون مشكلة يكون خنثة غير مشكلة واضح خنثة متضح أما إذا كان ما يبان فمعناه هو مشكلة لا نعرف كيف نورثه مراث ذكر أو أنثى فهمتوا بمسألة و طبعا مثل هذا الخنثة المشكلة ما يتصور أن يكون أحد الأبوين يعني لا يمكن أن يكون أب أو أم لأنه أب و أمر و عنام و مشكل ولا يكون أحد الزوجين فهمتوا عليه ولا يكون أحد الأجداد لأنه أحد الأجداد أو أحد الزوجين معناها زوجة زوجة كيف تزوج فهمتوا أكمل يا شيخ أولا مذهب الحنفية لا لا أعد و قد اختلف و قد اختلف العلماء في توريث الخنثة المشكل على مذاهب هي أولا أفاعل مذاهب هي مذهب الحنفية هذا الأول أن يعامل الخنثة بالأضر وحده فيعطى الأقل من أحوال ميراثه إن ورث و لا يُعطى شيئا إن لم يرث في إحدى حاليه نعم دون بقية الورثة الذين يأخذون إرثهم كاملا على تقدير المسألة الأضر بالخنثة و لا يُعاملونهم بالأضر ماذا يعني هذا معنا سنعمل مسألة للخنثة على أن نذكر و مسألة أنه هو أنثة فالمسألة الأضر هي التي الأضر عليه هي التي نقسم عليها طيب فنعمل مسألتين على تقدير الذكورة ثم الأنوثة ثم ننظر المسألة التي تكون هي أضر بالخنثة فنجعلها هي المعتمدة في قسمة ميراثه و ميراثهم طيب و مذهب المالكية أن يُعطى نصف ميراث الذي يرث به فيُعطى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى إذا ورث بهما يعني ينظرون يشوفوا لو ورث بالذكورة كم و بالأنثى كم ثم يعطوه نصف الذكور أو نصف الأنثى طيب و إذا كان لا يرث إلا ميراث ذكر نصف ميراث ذكر و إذا كان لا يرث إلا ميراث أنثى فيُعطى نصف ميراث الأنثى أكمل أو أو نصف ميراث ذكر فقط أو نصف ميراث أنثى فقط إذا ورث بأحدهما دون أن يوقف شيء يعني ما يوقفون له شيء طيب أكمل هذا عند الحنفية وعند المالكية الفضل ومذهب الشافعية أن يعامل الخنثى ومن معه بالأضر ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الخنثى معناه أنه نعامل بالأضر ونجعل شيء موقوف مثل المسائل اللي مضت ترى الآن نشوف في مسائل الخنثى ما رح نختلف في الحال عما سبق ونجعل شيء موقوف هذا موقوف حتى يتضح الحال فإن اتضح الحال قسمنا على اتضح الحال وإن لم يتضح الحال فالشافعية عندهم يقولوا لابد أن يصطلح الورثة بينهم في المال الموقوف لازم من صلح طيب أكمل قال ويوقف أو يصطلح الورثة بينهم لا 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 تقطع الكلام كلام مربوط واللي قبل ويوقف الباقي ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الخنثى أو أو يصطلح الورثة بينهم في المال الموقوف نعم الإمام أحمد مذهب مختلف عن الثلاثة تفضل ومذهب الحنابلة التفصيل بين من يرجى انكشافه الذي يقسمون الخنثى إلى نوعين من يرجى انكشافه ومن لا يرجى انكشافه من يرجى انكشافه يعاملونه بطريقة هذا متوقع انكشافه فيعاملونه بطريقة ما هي الطريقة؟ تفضل فيعامل هو والورثة بالأضر ويوقف الباقي ويوقف الباقي إلى اتضاح الحال طيب إذن يعاملون بالأضر هو واللي معه نشوف كل واحد زي ما كنا نفعل في المفقود ومثل ما كنا نفعل قبل ذلك أو بعد ذلك في الحمل دائما نوقف الأقل الأقل إلى أن يتضح الحال فإذا اتضح الحال قسمنا على حسب ما يتضح طيب وإذا كان لا يرجى انكشافه تفضل وبين من لا يرجى انكشافه فيعطى نصف ميراثه الذي يرث به ويعطى من معه نصف نصيبه في كل مسألة نعم طيب وسنفصل أحكام الخنثى المشكل على مذهب الإمام أحمد في التالي طيب تفضل أنواع الخنثى أنواع الخنثى نوعان ألف الخنثى غير المشكل نعم وهو الذي اتضح حاله كأن يبول من أحد الآلتين أي آلة الذكر أو آلة الأنثى أو نبات لحية أو استدارة صدر ونحوه إذا نبتت لحية معنى ذكر إذا استدار الصدر معنى أنثى طيب وإذا بال من آلة الذكر معنى ذكر وإذا بال من آلة الأنثى معنى أنثى تفضل وحكم توريثه متى ظهر حاله ذكرا أو أنثى ورث بحسب ذلك خلاص يريث بحسب ذلك ما عندنا أي شكال طيب باء الخنثى المشكل وهو الذي لم يتضح حاله ولم يعرف أذكر هو أم أنثى وله حالان ما هو ما أولا يرجى انكشافه ثانيا لا يرجى انكشافه طيب تفضل وطريقة توريثه ما كالتالي الخنثى المشكل له حالان أولا يرجى انكشافه كخنثى صغير صغير طفل صغير يرجى ظهور علامات عند البلوغ مثلا تفضل كخنثى صغير يرجى ظهور علامات أخرى عند البلوغ كنبات اللحية وخروج المني من الذكر عند الرجال أو الحيض أو الحبل عند النساء فيحكم عليه بما ظهر من ذلك طيب فضل حكم توريثه توريث الذي يرجى انكشافه أيه إما أن ينتظر إلى ظهوره أو يورث ويعامل الورثة بالأضر ويوقف الباقي إلى أن يتضح الحال إلى أن يتضح الحال طيب إذا لم يتضح الحال ويأس من اتضاح حاله سنعامله معاملة الذي لا يرجى انكشافه كيف يعني سيأتي كيف نعامل من لا يرجى انكشافه ثانيا لا يرجى انكشافه فالخنث صغير مات قبل بلوغه أو بلغ ولم يتضح حاله طيب حكم توريثه يعطى نصف ميراث ذكر طبعا مات تقوله مات كيف نورثه هو ورث قبل أن يموت مثلا مات أبوه هو صغير ما انكشف حاله بعدين هو مات كيف نورث هذا له ميراث من أبيه تفضل حكم توريثه تفضل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا ورث بهما واضح نعطيه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى إذا كان يرث بهذا وذاك طيب وإذا كان لا يرث إلا بالذكورة نصف ميراث ذكر لا يرث إلا بالأنثى نصف ميراث أنثى كم من إشاء أو نصف ميراث ذكر فقط أو نصف ميراث أنثى فقط إذا ورث بأحدهما طيب من معه كيف يرثون ويعطى من معه نصف نصيبه في كل مسألة يرث فيها طيب تفضل تنبيه لا يوجد الخنثة المشكل إلا في أربع جهات هي البنوة والأخوة والعمومة والولاء يعني يمكن أن يكون ابن أو بنت يعني مشكلة أو في الإخوة أو في الأعمام أو في الولاء طيب أكمل ولا يتصور وجوده في الأبوة والأمومة والزوجية نعم فلا يكون الخنثة المشكل أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة طيب أكمل يا شيء خطوات حل مسائل الخنثة المشكل الذي يرجى انكشافه الآن نتكلم عن الذي يرجى انكشافه دون الثاني تفضل أولا عمل مسائل بعدد الأحوال طيب هو ما عندنا إلا حال ذكر أو حال أنثى يعني حالا فقط هذا يشبه من المفقود المفقود نعمل له مسألتين و نقدر له حالين إما حال إيش مفقود هو حياة أو موت و هنا نقدر ذكر و نسوي مسألة و نقدر أنثى و نسوي مسألة تفضل مع أيو بعدد الأحوال الذكورة و الأنوثة مع تحديد نوع قرابة الخنثة لبقية الورثة أيو تفضل ثانيا عمل جامعة و ذلك بالنظر في أصول المسائل بالنسب الأربع التباين و التوافق و التماثل و التداخل كما كنا نعمل في المفقود و في مسائل الحمل أيضا لكن هذا أشبه بالمفقود تماما بعد ما نستخرج الجامعة نستخرج جزء السهم تفضل ثالثا استخراج جزء السهم لكل مسألة و ذلك بقسمة الجامعة على أصل كل مسألة و الناتج هو جزء سهم تلك المسألة طيب بعد ذلك و يعرف نصيب كل وارث في كل مسألة بضرب جزء سهم المسألة في سهامه طيب كما كنا نعمل قبل قريب ثم خامسا إعطاء كل وارث النصيب الأقل من جميع المسائل و ما بقي هو الموقوف هي مسألتين نشوف نصيبه في الأول كم و في الثاني كم الأقل نضع له من هذا المفقود و الذي معه كله من نفس الطريقة و نضع له طيب بعد ذلك إيش قال انظر المسائل المتعلقة بالخنثة المشكل الذي يرجى انكشافه طيب خلونا ننتقل لحل المسائل أو نرجع الكلام على حل المسائل بعد الفاصل الخير و أهله درجات والشر و أهله دركات و شتان ما بينهما فكيف بمن كان من شر الناس فمنهم الفاحش البديء فقد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخ العشيرة ثم أذن له فألان له القول فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت له ما قلت ثم ألنت له القول فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه ومن شر الناس المنافق المتلون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وإنما كان ذو الوجهين شر الناس لأنه منافق مخادع يأتي كل طائفة بما يرضيها وهي مداهنة محرمة ومنهم النمامون الذين يفسدون بين الناس ويلقون العداوة بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنات أن يسعون للوقيعة بين المتحابين بالنميمة حتى يفرق بينهم ويعتدي بعضهم على بعض وشر الأزواج من يفشي أسرار زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ومن شر الناس الفاسق طويل العمر لأنه يزداد كل يوم سيئات قيل يا رسول الله أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله ومنهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه يمرقون أي يخرجون من الإسلام مروق السام من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ومن كان لا يرجى خيره ولا يأمن الناس شره فهو من شر الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره انتهينا من قراءة القواعد المتعلقة بمسائل الخنثة الذي يرجى انكشافه الآن نريد أن ننتقل إلى حل هذه المسائل المسألة الأولى ولا تنسوا أننا قلنا أن حلها مثل حل مسائل المفقود طيب المسألة الأولى عندنا ابن أو بنت ولد خنثة الولد الخنثة هذه أول شيء نحدد القرابة إيش قرابته إما يكون ابن أو بنت ابن أو بنت خنثة لا نقدر حياة أو موت نقدر الذكورة أو ونوثة سنبدأ أول شيء بمسألة الذكورة هذه ذال كتبتها إذن إذا قدرناه ذكرا فالمسألة من كم؟ خمسة خمسة اثنان واحد اثنان طيب إذا قدرناه أنثى فالمسألة من كم؟ أربعة أربعة اثنان واحد واحد انتهينا من المسائل هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية الجامعة هاتو الجامعة كيف نطلع الجامعة؟ مثل ما كنا نفعل في مسائل السابقة في المفقود والحمل سننظر بين الخمسة رؤوس المسائل خمسة وأربعة العلاقة تباين تباين خمسة في أربعة عشرين عشرين إذن ضاعوا العشرين انتهينا من المرحلة الثانية إخراج الجامعة ننتقي المرحلة الثالثة وهي استخراج جزء السهم كيف رأينا نخرج جزء السهم؟ عشرين بسمة خمسة على خمسة أربعة أربعة وعلى أربعة خمسة انتهينا من المرحلة الثالثة المرحلة الأخيرة أن نعطي كل وارث الأضر انظروا للابن في الأولى كم سيرث؟ ثمانية وفي الثانية عشرة في الأولى ثمانية وفي الثانية عشرة نعطيه الثمانية الأقل البنت في الأولى أربعة وفي الثانية خمسة نعطيه الأربعة والخنثة في الأولى سيري الثمانية وفي الثانية خمسة سنعطيه الخمسة اجمعوا الآن وقلوا لي كم المفقود عفوا كم الموقوف ثلاثة الموقوف ثلاثة واضح طيب إذا اتضح الحال فين رح تذهب هذه الثلاثة قلوا لي اتضح الحال يعني طلع عايش ذكر هيا شوفوا في الذكر ستكون الثلاثة للخنثة وإذا كان أنثى فين ستذهب الثلاثة اثنين للابن لأنه أخ الثماني هو له خمسة وواحد للبنت هكذا توزعت الثلاثة سيحل المسلة بعدها للزوج الربع لا أول شيء الخنثة هذا وإش القرابة رح يكون ولد أخ لأب خنثة يعني إش ابن أخ أو بنت أخ أو بنت أخ طيب الآن أول شيء ذكورة ابن أخ الزوج كم له الربع الربع والبنت النصف النصف وابن الأخ هذا إذا كانوا ذكر عاصر عاصر فالمسلة ستكون من أربعة واحد واثنان واحد إذا قدرناها أنثى السؤال بنت الأخ هذه وارثة غير وارثة غير وارثة إذن سيكون المسلة من أربعة واحد للزوج والبنت كم لها ثلاثة فرضا وردها طيب أصل الجامعة كم رح يكون أربعة تماثل أربعة جزء السهم كم واحد 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 طيب الزوج له في الأولى واحد وفي الثانية واحد إذن لا يختلف ميراث البنت في الأولى اثنان وفي الثانية ثلاثة نعطيها الأقل صحي الولد الخنثة هذا كم تعطوه في الأولى واحد وفي الثانية لا شيء كم تعطوه في الجامعة لا شيء صفر كم الموقوف واحد واحد إن ظهرت المسألة الأولى سنعطي الواحد لولد الخنثة صح نعم وإن ظهرت المسألة الثانية سنعطي الواحد للبنت صح كلامك هنا نعم شيخ اللي بعد المسألة الثالثة الزوجة كم لها هنا الربع الربع ثابت لا عفوا الخنثة هذا وإش يطلع ولد أم خنثة إيش يعني ولد أم خنثة أخ لأم أو أخت لأم أخ لأم أو أخت لأم فهمتوا طيب الأخت كم لها الشقيقة هذه نصف نصف والأخ لأم هذا سدوس سدوس والعم عاصب عاصب والمسألة ثنعش مننا ثنعش الربع ثلاثة والنصف ستة والسدوس اثنان كم المتبقي واحد واحد هذه مسألة الذكورة قدروه أنثى السؤال أخ لأم أو أخت لأم رح يختلف ميراثهم الذكر الأنثى لا ما رح يختلف طيب فالمسألة أيضا من اثنعش ثلاثة وستة وواحد واثنان الجامعة من كم ثنعش جزء السهم واحد وواحد الزوجة في الأولى ثلاثة أعطيناها ثلاثة والأخت ستة أعطيناها ستة والعم واحد ولد الأم هذا اثنان كم الموقوف صفر يعني هذا هذا الخنثة لا يؤثر اختلافه بس كيف عرفنا أنه ما يؤثر لما عملنا المسألتين عرفنا أنه لا يختلف إرثه ولا إرث من معه معايا مشايخ اللي لا طيب المسألة الرابعة هذه أخت لأب وولد أب خنثة ايش تقدروها ايش تقديره أخ لأب أخ لأب أو أخت لأب لأب طيب نقدره الآن ذكر لو قدرناه ذكر صار أخ لأب حجب ابن العم صح ولا لا نعم والمسألة من ثلاثة واحد واثنين ولا شيء لابن العم وإذا قدرناه أنثى سيكون للأختين ثلثان ثلثان واحد وواحد وابن العم سيكون عاصب واضح يا مشاير طيب المسألة ستكون الجامعة من ثلاثة ثلاثة وثلاثة ثلاثة ما تماثل ثلاثة طيب الأخت لأب كم لها في الأول وكم لها في الثاني واحد ما يختلف الولد هذا ولد الأب في الأولى سيكون له اثنان وفي الثانية واحد واش تعطوه واحد ولا اثنين واحد ابن العم صفر لأنه في حالة صفر كم الموقوف واحد أين سيذهب على المسألة الأولى سيذهب للخنثة وعلى الثانية لابن العم سيذهب لابن العم المسألة الخامسة تفضل زوج وبنت ولد خنثة زوج وبنت ولد خنثة الولد الخنثة ابن أو بنت طيب الزوج في كل حال سيكون له الربع الآن سنقدر الذكور معناه عندنا زوج المسألة من أربعة له واحد والثلاثة يذهب بين الابن والبنت يعني واحد واثنان صحي طيب وفي الحالة الثانية إنها أنثى سيكون عندنا زوج معنا يا مشايخ له واحد والثلاثة للبنتين فرضا وردا معنا يا مشايخ سيصبح انكسار نضربها في اثنين أصل المسألة ثمانية واضح حليتها الآن نعم نعم شك طيب الجامعة من كم عندنا أربعة وثمانية تداخل سنجعل الجامعة من ثمانية جزء سهم الأولى اثنان وجزء سهم الثانية واحد كم للزوج من الأولى اثنان ومن الثانية اثنين البنت لها من الأولى اثنان ومن الثانية ثلاثة سنعطيها الأقل الاثنين الخنثة له في الأولى أربعة وفي الثانية ثلاثة سنعطيه ثلاثة الأقل الثلاثة كم الموقوف واحد واحد أين سيذهب الواحد فين سيذهب الواحد على حالة الذكورة سيكون للخنثة لأنه سيكون نصيب وأربعة وأخذ ثلاثة فقط وفي حالة الأنوثة للبنت سيكون للبنت لأنه سيكون نصيبها ثلاثة ويأخذت اثنين فقط المسألة السادسة زوجة وابن وولد خنثة الولد الخنثة ما يمكن أن يكون ابن أو بنت ابن أو بنت الزوجة لها إذن الثمن ما تخرج عن الثمن الثمن واحد وسبعة هذه على الذكورة السبعة تنقسم على ابنين لا معناه المسألة ستاش اثنان سبعة سبعة هذه الذكورة طيب على احتمال الأنوثة المسألة أيضا من ثمانية واحد وسبعة لكن السبعة هنا ستنقسم على كم ثلاثة إذن نضربها في ثلاثة فأربعة وعشرين وثلاثة أربعة وسبعة هذه حالة الأنوثة الآن ننظر في أصول المسائل عشان نطلع الجامعة كم الجامعة مشايخ ثمانية أربعين ستاش وأربعة وعشرين الستاش على الثمانية الثنان والأربعة وعشرين على الثمانية ثلاثة ثلاثة إذن إضرب اضرب أربعة وعشرين في ثنين بثمانية وربعين هذه المرحلة الثانية انتهينا منها باقي الخطوة الثالثة نريد جزء السهم هذا جزء السهم ثمانية وربعين قسمة ستاش بكم ثلاثة طيب وقسمة أربعة الآن الزوجة كم لها في الأولى و كم لها في الثانية ستة ستة لا يختلف و الإبن كم له في الأولى و في الثانية 28 إذن نعطيه الأقل 21 معنا في سبعة تنتظر و الخنثة في الأولى له 21 و في الثاني 14 أعطينا الأربعة عشر كم الموقوف سبعة سبعة اجمعوه وتأكدوا بالله سبعة عشر 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 واحد احداش سبعة الموقوف سبعة فهمتوا أسأل فين تذهب السبعة أو خلاص فين ستذهب السبعة لا تزعب ستذهب في الحالة الذكورة للخنثة طيب وفي حالة الأنوثة للإبن طيب انتقلوا للمسألة التي بعدها اللي هي السابعة زوج ولد أب الولد الأب هذا اش رح يكون أخ لأب أخ أو أخت لأب لأب أو أخت طيب الزوج كم له نصيب ثابت ما رح يتغير النصف والأخت الشقيقة النصف ليس له شيء صفر خلص الأنوثة إيش رح يكون نفس التقسيم بس البنت إيش رح يكون لها الأختي السدس السدس تكملة للثلثين صح فالمسألة من ستة ثلاثة وثلاثة وواحد إذن تعول إلى السبعة صح أو لا طيب أصل المسألة الآن الجامعة يعني اثنين في سبعة اثنين في سبعة اربع وطعش الخطوة الثالثة جزء سهم الأولى اربع وطعش على اثنين سبعة و جزء سهم الثانية اثنين اثنين كم للزوج في الأولى و كم له في الثانية سبعة في الثانية ستة إذن نعطيه الستة أقل في واحد باقي طيب والأخت في الأولى سبعة و في الثانية ستة سنعطيها ستة والخنثة لا شيء كم الموقوف اثنان و فين يذهب هذين الاثنين و فين ستذهب في حالة الذكورة في حالة الذكورة واحد للزوج و واحد للأخت و في حالة الأنوثة سيكون للخنثة حل الثامنة ابن و ولد خنثة الولد الخنثة هذا ايش رح يكون احتماله ابن أو بنت ابن أو بنت طيب نقدر ذكر فالمسالة من الاثنين واحد و واحد نقدره أنثة في المسالة من ثلاثة اثنين و واحد صح نعم الجامعة ستة ستة جزء السهم للأولى ثلاثة و للثانية اثنين طيب كم له في الأولى ثلاثة ثلاثة و في الثانية أربعة سنثبت الثلاثة و الولد الخنثة ثلاثة و اثنين كم الموقوف واحد الموقوف واحد اين سيذهب هذا الواحد حال الذكورة الخنثة الذكورة الخنثة و الأنوثة للابن للابن له أربعة طيب أحلوا المسألة التاسعة الزوج النصف النصف و الأخ لأم ثلاثة لا بس الوارث هنا من هو ولد أب يعني أخ أخ لياب أو أخت لياب أو أخت لياب طيب لل الثلاثة الأخ لأم لأخوة لأم هذل لهم الثلاثة ولد الأب إذا قدرنا ذكورة معنى عاصب فالمسألة من ستة كم وزعه ثلاثة الزوج ثلاثة واحد 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 للإخوة واحد للعاصب واحد طيب إذا قدرناها أنثى سيكون لها النصف نعم فسير المسألة من كم من ستة ثلاثة واحد واحد و ثلاثة تعول إلى كم ثمانية إلى الثمانية طيب جامعة كيف نطلع الجامعة ننظر بين الستة والثمانية كيف نضربها في اثنين ثلاثة وأربعة معايا مشايخ بسير الجامعة كم طلعتها أربعة و عشرين أربعة و عشرين ستة في أربعة بأربعة و عشرين طلعوا جزء السهم أربعة و عشرين قسمة ستة بأربعة أربعة و على الثمانية ثلاثة ثلاثة كم للزوج في الأولى و كم في الثانية تسعة إذن نعطيه تسعة كم للأخ لأم الأول أربعة أربعة و ثلاثة ثلاثة نعطيه ثلاثة والثاني مثله طيب والأخير في الأولى أربعة نعطيه أربعة و في الثانية التسعة نعطيه أربعة كم الموقوف خمسة خمسة الموقوف خمسة في أنت يذهب الموقوف و لا يحتاج حل المسألة بعدها بنت و ولد خنثة طيب بنت ولد خنثة الولد و الخنثة إيش رح يكون ابن أو بنت ابن أو بنت قدرنا ذكر فالمسألة من ثلاثة واحد و اثنين قدرنا أنثى فالمسألة من كام من اثنين من اثنين إيش هي واحد و واحد و ممكن تقوله من ثلاثة و ردت إلى اثنين طيب الجامعة كم ستة جزء السهم كم اثنين اثنين و ثلاثة كم للبنت في الأولى اثنين و في الثانية ثلاثة نعطيها اثنين كم للخنثة في الأولى أربعة و في الثانية ثلاثة نعطيها الثلاثة كم الباقي واحد طيب هاتو المسألة 11 ابن و ولد خنثة اول و ولد خنثة ثاني هذه بغالها هنا زاد عدد الخنثة لاحظتوا طيب الابن و ولد الخنثة راح يكون ابن او او بنت طيب الآن التقديرات ستختلف في مشايق ايوه لأننا إما أن نقدر ذكر و ذكر الأول و إما أن نقدر أنثى و أنثى و إما أن نقدر ذكر و أنثى أو نقدر أنثى و ذكر فهمتوا علي واضح و لذلك هذه المسألة نشرحها بسرعة و نعيدها في اللقاء القادم إن شاء الله الآن تقدرهم ذكر و ذكر صارت المسألة من ثلاثة واحد و واحد و قدرهم إناث صارت المسألة من أربعة واحد عفوا اثنين واحد و واحد قدرهم ذكر و أنثى سير المسألة من خمسة اثنين و اثنين واحد قدرهم من أنثى و ذكر العكس سير من خمسة اثنين واحد و ايش و اثنين فهمتوا المسألة أصل الجامعة كم رح تكون ثلاثة و أربعة اثنى عشر و خمسة ستين ستين فهمتوا الشيء الجديد ستين على خمسة اثنى عشر و على خمسة اثنى عشر و على أربعة خمستاش و على ثلاثة عشرين شوفوا الآن كم سيرث الابن في الأولى عشرين و في الثانية ثلاثين العشرين أقل ايوه أربعة و عشرين لا العشرين أقل و أربعة و عشرين سنعطيه العشرين هو الأقل طيب الولد الثاني سياخذ عشرين و خمسة صح 15 أقل 24 و 12 أقل شيء ده 12 الولد الخنثة الثاني نفس الشيء سيكون له 20 في الأولى 15 و 12 و 24 أقل شيء ده 12 كم الموقوف 16 الموقوف 16 سيوزع على حسب الأحوال فهمتوا الآن الجديد في هذه المسألة طيب أقلنا مسألة واحدة وننتهي من الباب الخنثة حل المسألة الأخيرة ولد شقيق يعني أخ أو أخت فهمتوا إذا قدرنا الآن كيف نقدر ذكر و ذكر و أنثى و أنثى و ذكر و أنثى و أنثى و ذكر إذا قدرنا ذكرين فالمسألة من ثلاثة واحد و واحد معنا يا مشايخ نعم و إذا قدرناها أنثى من أربعة اثنين واحد و واحد و إذا قدرنا ذكر و أنثى معناه اثنين اثنين واحد و إذا أنثى و ذكر خمسة اثنين واحد و الله يا مشايخ كم أصل المسألة الجامعة نفس الشيء ستين و نفس الكلام رح يكون رح يكون الجزء السهم عشرين و إيش و خمسطعش و اثناش و اثناش و اثناش و نفس الحل اللي سبق هو رح يكون مثله رح يكون الخيار الأفضل للأخ الأقل يعني عشرين و اثناش و اثناش و ستعش و أقفة و بهذا نكون تهينا من الخنثة الذي يرجى انكشافه لكن قد نراجع هذه المسألة الأخيرة بس من باب التثبيت شكر الله لكم و إلى اللقاء في لقاء قادم و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون اشتركوا في القناة